أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند التريند تريند التريند النهاردة هو الحدث الأبرز بالتأكيد بعد مباراة الأمس بين بيراميدز والأهلي والمباراة اللي انتهت بالتعادل السلبي نقطة لكل فريق في سباق جدول الدوري والحلقة المفرغة اللي حب نتكلم فيها كلنا سواء بعد مباراة بيراميدز أو بعد المباراة الأخيرة في الدوري لأن لو الأهلي لقب في الدوري الغادلات 9 مطشاط كسب 6 وتعادل 3 عنده 21 نقطة لكن في الثلاث مباراة اللي حصل فيها تعادل مش عشان الأهلي تعادل أو فقط نقاط لا مباراة فيها أحداث واضحة صوت وصورة فيها أخطاء تحكمية واضحة صوت وصورة تبتتكلم في فقد 6 نقاط حتى هذه اللحظة بسبب الأخطاء التحكمية الواضحة أمام الجميع في ظل وجود تكنية الفيديو الـ VR أنا اللي عايز أقوله في الجزئية دي مش مسألة أننا بنوثق بس أن الأهلي فقط نقاط بسبب التحكيم في ثلاث مباراة من أول 9 جولات في المسابقة لأنا عايز أوسق نقطة تانية مهمة جداً وإحنا في أول المسابقة وده أنا قلته في حلقة من الحلقات السابقة في برنامج الترند المشكلة في التحكيم مش في الأخطاء التحكمية اللي بتحصل في المباراة الأخطاء التحكمية وردة لكن الأخطاء المشكلة في إيه؟ العنصر الباشري نفسه اللي شغال في منظومة التحكيم المصري فيه أزمة وفيه مشكلة في لجنة الحكام خلينا نكون وقعيين ونحط إيدينا على المشاكل اللي موجودة فين عشان نشوف لها حل للفترة الجاية